الاسود لوجدنا اهوالا تشبه تلك التي تشاهد في افلام الرعب ولا يكاد يصدق المتابع ان هذا يحدث من مسلم ومع القريب اليه والبعيد منه محاولة اغتيال المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الذي كان من اكبر العقبات في وجه المشروع العائلي لتأريخ اسرته وتأريخه النضالي في انهاء الملكية وارساء النظام الجمهوري اغتيال الشهيدين العميد محمد اسماعيل القاضي قائد المنطقة الشرقية السابق والعميد احمد احمد فرج واحمد نعمان المشرقي واحمد علي صيفان وعقوض السنيدي واثني عشر اخرين كانوا معهم على متن الطائرة في حضرموت وكان العميدان لا يكتمان معارضتهما لمشروع العائلة اغتيال الشيخ مجاهد ابو شوارب الذي كان الاكبر رصيدا بين القادة العسكريين في ثورة سبتمبر والدفاع عنها اغتيال الشهيد جار الله عمر في حفل اتتاح المؤتمر العام للاصلاح بغية خلط اوراك المشترك الناشئ الامر الذي ادى الى نتائج عكسية لم يحسب حسابها علي صالح اغتيال العميد يحيى محمد المتوكل احد ابرز ضباط ثورة سبتمبر وكان يراد به تسوية قضية جار الله عمر على اعتبار ان الاشتراكيين انتقموا لامينهم المساعد بقتل الامين العام المساعد للمؤتمر على طريقة علي صالح في التسويات بقتل الشخص وقتل اخر وتصوير الحادثين على انهما من حوادث الثارات بين الخصوم المحاولات الكثيرة لاغتيال اللواء علي محسن صالح قائد المنطقات الشمالية الغربية قائد الفرقة الاولى التي لم تنتهي حتى الان والتي كان ابرزها محاولة توريط الطيران السعودي بقصف مقره في الملاحظ وحادثة باب الفرقة التي كان يريد علي صالح ان يورط فيها سنحان وبلد الروس وما بعدها وما قبلها حوادث كثيرة لانه من اكبر العقبات في طريق مشروع العائلة محاولات اغتيال اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية المتمسك بالنظام الجمهوري الرافض لعودة الملكية ولو كانت من قريته محاولات اغتيال القميد حميد القشيبي محاولات اغتيال قادة المقارضة كاليدومي والعتواني وياسن سعيد وعبد الهب محمود وغيرهم محاولات اغتيال المشائخ صادق الاحمر وحميد الاحمر وحمير الاحمر بل محاولات القتل المباشر لكل اولاد الاحمر في حرب الحصبة وغيرها محاولات اغتيال وزير الدفاع الحالي والعميد محمد الصوملي واللواء فيصل رجب وغير هؤلاء من المشائخ والقادة العسكريين والقادة السياسيين سواء من الخصوم على طريقة جار الله عمر او من الموالين على طريقة يحيى المتوكل في هذا المسلسل الطويل من الاجرام الذي اتسم به عهد علي صالح وكان الابرز فيه هو اغتيال الثورة والنظام الجمهوري واغتيال الوحدة واغتيال الديمقراطية واغتيال الشعب واغتيال الوطن من اجل ان يحقق علي صالح مشروعه القائلي الذي اباح لنفسه من اجله كل محرم واستباح كل حرام